انقسام على الصعيد الاقتصادي وانهيار للعملة الوطنية من ينقذ الاقتصاد اليمني وهل هي أزمة جديدة تضاف إلى قائمة طويلة من الأزمات تسببت بها ميليشيات الحوذي وتجرعها اليمنيون طيلة خمس سنوات وقد لا يكون آخرها منع تدول أوراق العملة النقدية الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وما يترتب على ذلك من تضارب في أسعار الصرف والحوالات النقدية التي ارتفعت معها عمولة المليون الريال يمني إلى ستين ألف ريال في مناطق الشرعية فيما وصل الريال إلى ستمائة مقابل الدولار الواحد علاوة عن توقف معظم الصرافين عن إرسال واستلام الحوالات من وإلى مناطق الميليشيا السبب الأول والأخير أن إدارة كل الشركات المحلات الصرافة مرتبطة بالعاصمة صنعة حيث يقدر الحوذي تحكم فيها في أي وقت شاء حتى أن الصرافة يعني صرف الريال السعودي اليوم في صنعاء 150 ألف في مناطق الشرعية تجاوز 165 ألف قرار الميليشيا بمنع تدول العملة الجديدة ألقى بذلاله على أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلية ليس فقط في صنعاء الخاضعة للميليشيا بل الحال ذاته أيضا في مناطق الشرعية بخاصة في محافظة الجوف حيث تشهد أسواقه ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية المختلفة فيما يرجع التجار ذلك لأسباب من بينها ارتفاع صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية يكتو اليمنيون بنار الأزمات والكوارث التي تحاصر معيشتهم اليومية ومستقبلهم منذ نصف عقد من الحرب والمجاعة والأمراض والأوبئة الفتاكة التي جاءت بها ميليشيا الحوثي وأغرقت اليمنيين في فصولها القاسية علي الجرادي قناة والقيس الجوف